موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام عاملين ايه يا رب تكونوا بخير البنك المركزي يحدد 5000 جنيه حد اقصى لحمل النقود للقادمين لمصر او المغادرين قبل ما نروح لتفاصيل الخبر ياريت ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات البنك المركزي يحدد 5000 جنيه حد اقصى لحمل النقود للقادمين لمصر او المغادرين نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس ادارة البنك المركزي بشأن الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها وذلك بقيمة 5000 جنيه جاء نص البيان في الجريدة الرسمية البنك المركزي المصري قرر مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020 بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى جمهورية مصر العربية أو المسافرين منها مجلس إدارة البنك المركزي بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بقانون 194 لسنة 2020 وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 29 سبتمبر 2020 قرر الآتي المادة الأولى يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5000 جنيه المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقاعة المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محافظ البنك المركزي طارق عامر يعني يبتدئ العمل بهذا القانون بداية من اليوم 30-09-2020 يبقى خلصت الخبر البنك المركزي يحدد 5000 جنيه حد أقصى لحمل النقود للقادمين لمصر أو المغادرين تنسوش لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة